موسيقى 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 في عالم مليء بالاضطرابات في عالم مليء في الضغوطات في عالم مليء بالإجهاد في كل محل ولسيما في هذه الأيام كل الناس مضغوطة أغلب الناس تعباني عندها حزن عندها كآبة عندها ضغط بشكل أو بآخر إما ضغوطات مادية ضغوطات سياسية اجتماعية دينية روحية ضغوطات في البلد اللي انت عايش فيها ضغوطات مع العيلة ضغوطات وإجهاد من كل ناحية حديثنا في هذه الحلقة كيف نعالج الإجهاد والضغوطات ضغوطات أيضاً وأنا بصلي أن هذه الحلقة تكون بركة لحياتك وبشجع مشاهدينا أنك تشاهد وفيك تشوفنا كمان على الصفحة وعلى النت ولكن أيضاً شجع آخرين اللي بيشعروا أو الناس اللي حاسة تحت وطئة الضغوطات والإجهاد من كل ناحية هذا البرنامج لك اليوم أنا بصلي أن يكون بركة لحياتك ويكون بلسم وشفاء أيضاً لنفسك وروحك أيضاً ابقوا معي سأعود بعد هذا الفاصل القصير ترجمة نانسي قنقر أهلاً أعزائي المشاهدين كيف نعالج الإجهاد والضغوطات أنتم تشاهدون برنامج ليكن نور على القناة الفضائية قناة الحياة شرف كبير وامتياز أقدم ضيف الحلقة هو صاحب مكان صديق غالي وعزيز الدكتور القص نيكولا ياسمين هو راعي الكنيسة الإنجلية المعمدنية الكتابية في مونتريال وأيضاً متخصص في علم النفس والمشورة المسيحية أهلاً وسهلاً أخ نيكولا نحن فرحانين مرة تانية أنك تكون معنا في هذا البرنامج أهلاً فيك وشكرناً كثيراً على دعوتك الكريمة ومثل العادي الرب سيعطينا وقت حلو مع بعض ومع أحبائنا المشاهدين فأنا بشكرك على دعوتك لإليه الموضوع بخوف شوي بصراحة يعني هو كيف فينا نعالج السترس يمكن استرس الكلمة الإنجليزية مفهومة أكتر من تفسيرها في اللغة العربية بس حطناها تحت كلمة الإجهاد أو الضغوطات فإذن خلينا نسأل السؤال الأول ما هو الإجهاد؟ أيش السترس يعني؟ أنا دائما أحب أن أبدأ بآية بيقول بإنجيل يوحنى الصحة 12 و14 والآية 27 سلاماً أترك لكم سلامي أعطيكم ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا لا تضطرب قلوبكم ولا ترهب الرب إجا لا يعطينا سلام السترس موضوع كبير جداً 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 باختصار تعريفه الحرفة هو الضغط والتوتر أو الإجهاد التوتر من كلمة وتر لما تشده يتوتر بيحطه تنشني بيحطه شد على الوتر بيشدوله فالتوتر أو الضغط هي حالة من الضغط النفسي أو العاطفي يعاني منها الإنسان التي تؤثر على جسده فالحالة الاجتماعية الحياتية خيارات الحياة نمط برنامج الحياة يؤثر على نفوسنا على أفكارنا هذا يحط ضغط على أجسدنا والسترس هو ليس فقط حالة نفسية أو عاطفية لكن هي أيضاً حالة جسدية لأنه لما بنحط إجهاد استرس على الإنسان الإرهاق هو أكثر من الإرهاق لأن الإرهاق في حالة تعب ممكن الإنسان يكون استرس ومشتعبين أبداً يكون الإنسان متوتر وبحالة اندفاع كاملة لكن فيما بعد تقضي عليه فهي اليوم استرس هو ينزل تحت خانة الأمراض أصبح يصنف مرض لأنه جسدياً في غدد فوق الكلوي التي تفرز مادتين الأدرنالين والكورتيزول التي نحن الكيمائيات في الجسم هي نوع من الأسيد نوع من السكريات التي عندما تتعرض لحالة معينة تعمل هذه الكيمائيات في جسمك لتعطيك اندفاع وطاقة للعمل لمواجهة الحياة وهذا الاسترس بحد ذاته ليس غلط ليس خطأ نحن نحتاجه يعني عز أسف تسأل أغلب الناس مسحيين وغير مسحيين من كل الديانات من كل الطواقف على ما يبدو أنها حالة على الأغلبية العظمة فدام تسمع يعني هون مثلا في نورث أمريكا بقول لك I am stressed out صحيح يعني العالم وقت بقوله ولا يقوله أني أنا تعبان لكن تقنيا هي أكثر من ذلك كلنا نحتاج للسترس لنوع من الضغط لنطوع من الصبح تطلع بسيطك تقول أنا صار لازم قوم للعمل فجأة بتكون ناسين إذا ما عندك عمل بتفتع عيونك بالطلب تقول أنا رح أرجع نام لأن هالإفرازات لم تحصل في جسدك إذا تشعر حالك متأخر فجأة ترى أن النوم طار أنه عاس تبخر هناك طاقة عندك لتروح للعمل و الله صمم هالجهاز في الإنسان حتى يفرز الإفرازات لتشتغل وتتعب بعدين تجي إلى البيت فتنطفق هذه الإفرازات ترتاح تنام وهي تعيد نفسها لكن لما الإنسان بيوصل لحالة من السترس هالغدد هاي بتصير بحالة إفراز مستمر لهالنوع من الأسيد يلي بيخلي الإنسان دائما مهتاج عصابه مشدودة متوترة وبما أنه ينوع من الأسيد ليش هي مرض لأنها تضرب أجهزة الإنسان بشاناك بتروح وقت عن طبيب أحد يسمى أن الطبيب صداع أو وجع رأبة أو مفاصل أو أعصاب أو انتفاخ في المعدي أو بيفحصوا بأنه ما بيك شي سترس سترس فهي تضرب المواقع الضعيفة فينا لأن أول ما تضرب ويحب أن نتركها ألما نتقل لي أي نقطة تانية لأن يدركها عزيزنا المشاهد هي تضرب جهاز المناعة في الإنسان فربما لم تكن هي بقولوا السترس بيعمل سرطان صح أو لا بيعمل قلب هو ما بيعمل سرطان لكن هو يضعف المناعة فالخلايا السرطانية تهاجم الإنسان بدون دفاع في الجسم فالسترس هو إذا بدك بنزين يلي إذا ضخ في معدلات طبيعية هو يدفع السيارة لكن إذا ضخ أكتر من اللازم بيسبب حريقة طيب شو اللي بيسبب هذا التوتر شو اللي بيسبب هذا الإجهاد أو الضغط أو الاسترس خلينا نرجع للكلمة الإنجليزية أيوة أول شي هي نمط الحياة السريعة التي الذي نعيشه الحياة السريعة مع كل المتطلبات مع التكنولوجيا اللي بدك تترفق باستمرار مع الهموم مع انشغالنا بأكتر من أمر لأن الإنسان المعاصر هو قلق باستمرار كيف يعيش ويعيش أحسن من ما سبقه أو ربما محيطه شوفي متى ستة بقول الرب لذلك أقول لكم لا تهتموا لحياتكم من منكم إذا هتم ولماذا تهتمون فلا تهتموا فلا تهتموا بمقاطع صغير خمس مرات يتكلم عن الهم بماذا يهتم الإنسان ثلاث أمور يكررها حوالي 12 مرة ماذا تأكلون ماذا تشربون ماذا تلبسون هموم الأكل والشرب واللبس والحياة وتزديد الاحتياجات والفواتير والتصميد للتقاعد وغيره فلا يقول لهم أنتم يا قليلي الأموال أو الحظ أنتم يا قليلي الإيمان فإذا الإجهاد المستمر والسترس المستمر والهم المستمر والقلق المستمر بيسرق الإيمان من حياتنا والعلاج باختصار أنا أقول هالأمور اللي رح ندخل بتفاصيله من نواهة عديدة بيعطي ثلاث علاجات للقلق للهم للسترس لقلة الإيمان أول شي بقول تأملوا تاني شي بقول انظروا انظروا إلى طيور السماء تأسحح ستة لقية 26 انظروا إلى طيور السماء 28 تأملوا زنابق الحقل ثلاثة اطلبوا ثلاثة أمور أنا مرة فكرت بهالمقطع الرائع شوف علاجات الرب بسيطة جدا أول شي الإنسان بيعلم ويكون قلقان ما بقى يقدر يتأمل بتشوف أمور جميلة في حياتك ما قادر أنك تتأمل فيها بتشوف ابنك يلعب من حولك بدل ما تشوفه نعمة من الله زي لعبة متحركة جزء منك ترى على أنه سعدان وعن بدايئك مزعج غبي فشو بيعملوا اليوم بسلموه سلفون أو آيباد أو اجلس في غرفتك تحل عني أنا بطعميك بلبسك شو منقص عليك ما با يدرين نتأمل وما با يدرين ننظر قال انظروا إلى طيور السماء أمتى آخر مرة تأملنا في طير عصفور وقلنا لك المجد يا رب أمتى آخر مرة تأملنا في زهرة وقلنا له نشكرك يا رب لأجل هذه الزهرة والثالثة أطلبه ما نطلبه وما نركض وراه ونجد في أثري في هذه الحياة هل فعلا نحتاجها كلها هل فعلا نحتاج البيت الذي عندنا بعجمه وبتكاليفه أو ممكن نعيش حياة مطمئنة هادئة في وقار ببيت في نصف حجمه ونصف تكاليفه مثلا إذا الرب أعطى الإنسان قادر فليكن أنا دائما أقول الأخوة إن شاء الله بدل البيت يصير عنكم أربعة وخمسة وعشرة الرب يكرمكم لكن هل نحتاج إلى هذه كلها ماذا نأكل ماذا نشرب وماذا نلبس فممكن يكون الهم والقلق ممكن يكون مصيبة في الحياة زي طلاق مثلا موت قريب أو حبيب امتحان ما والرسوب في امتحان جرح خسارة عمل وممكن يكون أيضا ضغط يومي في الحياة يفرض علينا مثل شغل إضافي مشاكل مالية قلة نوم أبدا أحكي عن شغلتين مهمين جدا الخطيئة الحياة العالمية والذنب لما الرب قلنا لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم لأن كل ما في العالم هو شهوة الجسد شهوة العيون تعضوا المعيشة فالرب إجل أعطينا سلام لكن شوف أخي نزار أنا بعرف أنه من حياتي بعترف أنه أنا أحيانا أقع في هذا الفخ نحمل نفوسنا هموم وأرتباطات أكثر مما ينبغي وآخر نقطة أريد أن أقول أنه في غاية الأهمية سترس الضغط الجهاد الذي يقتل ويمرض ليس بالضرورة شيء سيء ولكن بنفس الطريقة يمرض ويقتل إذا كان ضغط جيد مثلا إذا واحد تزوج واشترى بيت وسيارة وغير عمله في نفس السنة تقريبا هو سيكون معه قلق وربما أمراض عصبية أو نفسية بمقدار الذي خسر بيت وخسر زوج لأنه أي شيء يثيرنا ويشغل بالنا هذا إجهاد ودائما أعطي هذا المثل إذا سيارتك معدل يحمل خمس أشخاص وانت حملت فيها معدل يحمل خمسمائة كيلو وانت حملت فيها ألف كيلو طن ذهب أو بحس الوزن سيكسر السيارة في نفس الطريقة لأنك حملتها ضعفي ما يمكن أن تحمله وهذا الأمر الذي نحن ربما نقع فيه فخ هذه الأشياء أكثر الحمد لله كل شيء منيح نركض وراء الشغل نركض وراء هذا وراء ذاك وبدأنا نتعلم أكتر وبدأنا نشتري أكتر وبدأنا نحقق أكتر وفجأة نصير نحن زي مكنة التي تشتغل باستمرار وليس لديها استقرار لا أدري أن ننظر ولا أدري أن نتأمل ولا أدري أن نطلب ملكوت الله وملكه فمن شيء أحيانا نحن نقع في خطر الإجهاد الأمور الجيدة فتضرنا لأننا نراها جيدة في ويبسايت على اللي بيحب أن يتابع اسمه stress.org The American Institute of Stress في عبارة حلوة The key to reducing stress is to prevent it المفتاح الأساسي لتقلل نسبة الضغط والإجهاد هو أنك تمنع حصوله مثل ما دائما أنا بسميها The preventive prayer الصلاة اللي بتمنع اللي بتحجز أي يعني استباقية هاي الكلمة استباقية الرب علمنا نصلي مش أخرجنا من التجربة ولكن لا تدخلنا في التجربة اللي إذا وقعنا في التجربة منصلي والرب من نعمة ويستجيب بس الأفضل أنك أنت تنبي على قلبك قبل ما يتسكر الشريين وتطلب العلاج الإجهاد لما الإنسان هاي دي أمر خطير أقوله لما تعلمته أنا يعني بالحقيقة لما كنت أدرس هذا الأمر وأكتب عنه أطروحة الدكتوراه بعلم النفس كنت أجتاز ظروف طاحنة وضاغطة والرب استخدم هذه الأمور التي درستها لأفهم ما أجتازه وبريفنتفلي أصطبق عدم الوقوع في مشكلته لما الإنسان يبدأ بالمعاناة من نتيجة الاسترس والإجهاد تستوليت تستوليت مش منك ما فيك تصلحها بس معنات أنت أكلت الضرب نرجع لمثل السيارة لو أنت فرحان بسيارتك بتحط فيها دهب ألف كيلو كل يوم بتروح تجي فيها واكتشفت أن سيارتك موتورها تعب والترانسميشن وأويلها تعبت وشلت الألف كيلو منها هذا يعني أن السيارة استلحت بدأ وقت لا ترجع تصلح جهاز وراء جهاز وراء جهاز وراء جهاز فيها منذ ذلك الحياة يجب أن تكون بسيطة أتى ليعطينا سلام أتى ليعطينا راحة أتى ليعطينا رجاء ليعطينا فرح لا لنضع مئة هدف في نفس الوقت ولكن لنكتشف قصده وهدف حياتنا في المسيح فهذه الطمؤنينة التي يعطيها الرب تريحنا من كل الأمور التي نشغل نفسنا فيها وأختم هذه النقطة بما قاله الرب يسوح حين دعته المحبوبة مرثة إلى بيتها فكانت منشغلة بقول مرتبكة ديستراكتد الإنسان ديستراكتد لما بيكون مش مركز على الشيء الأساسي كانت مركزة على أمور ثانية مرتبكة ومضطربة ومهتمة ثلاثة كلمات صعبين بأمور كثيرة والمسيح ما قاله بالحقيقة يعطيك العافية أنك عم تتعبي أكتر من مريم بكلماته كان فيه توبيخ لطيف يقل له أنت ضيعت الهدف أنا مججئي لهون حتى تطعميني أنا مججئي لهون حتى تطعميك أنا مججئي لهون حتى أنت تخدميني وتقدمي لي هذه فرصة حصلت مرتين في حياة مرتبة أن يدخل إلى بيتها لكن أنا موجود استفيدة من فترة وجودة معك ومعيش من الأحيان حتى في الخدمة في قصوص يعني يصابون بكل قرحة وغيرة من الأمور والصعوبات بسبب ضغوطات الخدمة فلا نركز على المشهد الحقيقي الذي يدور من حولنا ماذا يريد الله أن يعمل من خلالنا بل نركز أحيانا كثيرا على الأمور الثانوية طيب خلينا أسأل يعني أسأل بنتي يعني إيش هو تأثير الإجهاد على حياتنا في دراسة تحصي خمسين تأثير جسدي صحي للسترس غير تأثيرات العديد الأخرى التي سنتناول ثلاثة منها لا سنقرأ الخمسين لأنه يعوزنا حلقات طويلة لكن من التعرق نشاف الفم الشد على تقرأ صبح أوقات حنكك تعبان والدكتور يقول لك أسنانك تتفسخ من الشد عليها في الليل فيه جهاز أوقات من حط في الفم لا وجع المفاصل لا وجع الراس لا تأتأ تمتمي تأتأ في الكلام لفقدان أو ضعف الذاكرة والتركيز والتركيز في حياتنا للانفعال الشديد للشعور بالأحباط للتثاؤب المستمر زيادة أمراض الحساسية الأرجي في الجسم سببها لا لأنه كل هذه نتيجة شحة المناعة ضعف المناعة فتحارب الجسم أنا لما بيكون مسترس بيطلع لي هيربيز يعني هؤلاء الحبوب التي تقرح حمو أيوي إما في الخير إما داخل الشفاء أحيانا التعرق الحكة المستمرة والأمراض الجلدية وغيرها وغيرها فقدان الشهية أو الأكل الزايد فقدان الرغبة الجنسية الحميمية في العائلة أو إجمال للفقدان أو للناس اللي بيستسلموا لشهواتهم ضعف العلاقات عدم الإنجاز في العمل إلى آخر إلى آخر إلى آخر لكن في ثلاث أمور أساسية بحب أني أذكرها من دون ما أقدر أخذ تفاصيلها أنا لما كنت بدي أكتب أطروحة الدكتوراه كانت الدكتوراه عبارة عن ثلاث أجزاء تلتها مواد مطلوبة تلتها مواد أنا أختارها وتلتها كتابة أطروحة 200 صفحة عن موضوع معين فأجيب أكتب أطروحة وقلت أنا أريد أن أفيد أكبر عدد ممكن من الناس فرح أصبح أطلع على الإنترنت على أكثر خمسة أو عشرة من الأمراض النفسية الأكثر شيوعا وانتشارا فاكتشفت أنه فيه ثلاثة ضمن أي لائحة موجودين ضمن أول خمسة أو ثلاثة أو عشرة أو سبعة هن القلق وهو المرض النفسي الأول في أمريكا الشمالية أو الاكتئاب وهو المرض الأول عند النساء أو PTSD post-traumatic stress disorder يعني هذا أكتئاب ما بعد الصدمة لما واحد يجتاز بظرف كثير صعب يكون قوي يواجهه ومن بعد ما يخلص ينهار أكتئاب ما بعد الصدمة فأنا رحت بدأ أكتب عنوان قدمت للأستاذ التبعية قدمت له عنوان المقترح لازم يقبله ثلاث أكتر أمراض نفسية منتشرة في مجتمعنا المعاصر وحصلت على القبول تدأت اقرأ لازم تعمل القراءات تبعك وأنا عم بيقرأ اتشفت أن وراء هود الثلاثة وأي خمسة أو سبعة أو عشرة أخرى هو stress قد ينتج anxiety قلق وهذا اللي قررنا عنو بمتى ستة ولماذا تهتمون كلمة في فرق بين الهم والاهتمام كلنا يجب أن نهتم ولا أن ننهم تنهم تنهم بصحتك تهتم بحياتك تهتم بأولادك تهتم بإيمانك تنهم أن تعمل كل هذه الأشياء وأنت قلق وأن تخائف سلامك مفقود وممكن يكون مصدر قلقك أقدس الأمور أنا في مرحلة معينة في بدايات خدمتي أول لنقول عشر سنين ربما من خدمتي ابتدأت الخدمة بسن مبكر جدا كنا عمر 23 سنة بتدأت في تفرغ للخدمة شعرت أني أنا أبتدأت أكون متوتر وغير راضي وهذا ظهر بطريقة وعظي طريقة التعامل مع الناس ليه لأنه شفت الناس لا تتجاوب كما ينبغي قاعد عن مثلا الخدمة ولا أرى الناس تتحرك للخدمة قاعد مثلا عن التوبة ولا أرى ناس كثيرة تتوب فصرت تعبان وظهر تعبي وتوتري تجاه الناس فصرت كثير التأنيب وكثير التوبيخ والإنذار وهذا ما بيخلي الناس تتجاوب للأسف العالم معدي ومركب بأنه تتجاوب مع التشجيع أكثر مما تتجاوب مع التوبيخ فاروح تصلي يا رب شو العمل ومرة شعرت وكأن الله يقول لي أنت اسمك خادم تنقل رسالتي وليس اسمك مخلص الكنيسة أنا مخلص الكنيسة ليست وظيفتك أنت لست الروح القدس لتغير الناس أنا عندي الروح قدس فأنت لست مخلص الكنيسة ولست الروح قدس وأذكر بهذه الأمور نفسي على مدى السنين وأذكرها كل مرة من أعمل تدريب لخدمة معين يذكر الأخ بهذا الموضوع أنت خادم اخدم بكل اجتهاد وبكل صوم وصلاة وفرح لكن اترك الرب هو الذي ينمي فأنا ارتحت وهذا خفف كم من المرات نظن أن الخدمة واقفة علي والعائلة قائمة علي والكون يدور حوله إلى حد ما استرس هو من مرض الفاشلين هو مرض الرؤساء والوزراء والقصوص والأطباء والناجحين والقواد هؤل الناس الذين يعينوا من استرس بالتالي القلق والدبريشن القلق وكتار من الناس يكون عندهم الاتنين القلق والدبريشن حالتين صعبين جدا إذا بدك نلخص الاختصار بينهم القلق هو مكتئب لكن متوتر باستمرار ولكن المكتئب هو المكتئب المنصح بالما بقى عنده طاقة يعمل شيء ولا بده يعمل شيء تودى لمكانها بس الشعور تقريبا متشابه وأحيانا كثيرا تؤدي إلى القلق يؤدي إلى حالة مؤلمة جدا الإنسان ممكن يشعر حاله يجي نوبة قلبية أو جلطة يشعر بأنه ينهار إلى جهنم يشعر بأنه بحالة السوداء لا يريد أن يعيش بس تجي بشكل هجمات مش حالة مستمرة هجمات هجمات هاي أمور صعبة جدا وأحيانا تحتاج إلى أدوية حتى إنسان تهدأ ثورة الغضب وثورة الانفعال الشديد في داخله ويحتاج أيضا ليعرف مسببات هذه الأمور لكي لا تتكرر فإذا عملت سيارتي بطريقة معينة وانهارت نعطي السيارة كمثل فشلت منها الوزن الزايد وصلحتها وغيرت مطورها وغيها وصلحت كل شيء ومتنتها وعملتها كما عملت في السابق كما نهارت أول مرة نرجع نفس المشكلة موضوع شيء كثير أساس نيكولا أنا كمان في بداية خدمي يمكن لأول مرة بقول هذا الشيء وبالنسبة للي يعني الخدمة معادلة بسيطة جدا يعني فعلا كان كلام الرب للي أنت اكرم اسمي واترك الباقي علي أنا بطيع الرب في كل شيء المطلوب نصلي نقود الناس للخلاص للبركة للتوبة للشفاء للحرية إحنا قنوات الرب كان كلامه اكرم اسمي أنت اكرمني واترك الباقي علي هذا عمل الروح القدس موضوع كثير شيء خلينا نخط فاصل ونفوت على العلاج قبل ما تنبس الحلقة صحيح طيب برضو أحب أشجع أنك تشوف هذه الحلقة وعلى فكرة فيك تشوفها كمان مرة تانية على الفيسبوك إذا في أشخاص عندهم هاي الحالات اللي أنت بتسمع عنها من القسيس نيكولا اتواصل معناها بكل سرور حتى ممكن نأخذ أسئلتك لقيله نوجهها لقيله وأكيد أكيد إحنا دايما نحب نساعد كل شخص من ناحية روحية ربنا يبركك ابقوا معي سأعود بعد هذا الفاصل اشتركوا في القناة أهلا أحبقنا المشاهدين حديث حلقتنا مع الدكتور القس نيكولا ياسمين عن موضوع الاسترس أحكيها في الإنجليز أسهل موضوع الإجهاد الضغط تسميها ما تسميها وحكيان عن المسببات والعوارد لكل هذه الأمور التي تحدث معنا وشفنا أن هذا الشيء ليس لاع كبير ولا صغير بالكل يعاني منها كبير صغير وزير مؤمن غير مؤمن مسلم مسيحي كل الناس تمر بشكل أو بآخر في هذا النوع من الاسترس وبما أن هذه الحلقة طبعا نحن غرضنا تمجيد الرب يسوع المسيح وبدنا الناس تتشفى وتتحرر كمان فعاوز أسألك أخ نقول عن العلاج إيه هو العلاج للإجهاد العلاج للإجهاد حكما لأي مشكلة إذا تحط بأربع خانات الاترابات النفسية نفسية عاطفية شخصية أو وسترس ممكن تكون متداخلي في كل هذه هناك أربع طرق هناك من ينصح مثل الديانات الشرقية بالمديتشن ارتاح تأمل تفكير تجاوزي والتأمل أمر جيد من هذه الناحية التي هي بمعنى الاستلقاء والسكينة الرب قال نتأمل والزنابق الحقل انظروا تشوف تعلم دروس لكن للأسف أنا بحذر أحبائنا أنه مرات تيري مع اليوغا والمديتشن تدخل أمور الأرواحية وكل واحد يدخل بالديانات الشرقية الأرواحية ويتواصل مع العالم الروحي المظلم وهو لا ينتبه أما أنه الإنسان يستلقي أنه يتأمل يقوم على شط نهر أو بحر أو شجرة ويأخذ وقته بالتمشي هذا أمر في غاية الأهمية وهناك العلاج أيضا النفسي لبعض منه التريكس خدع لا تؤدي إلى نتيجة للأسف هناك كثير من تزييف بهذا المجال ولكن فيه مثلا العلاج الإدراكي ما يسمى بالعلاج الإدراكي إدراكي العملي بمعنى أن أنت تنظر الأمور وتسميها بطرق صحيحة ومختلفة بل ما تقول أنا الأولاد عم بطيرولي عقلاتي تدرب نفسك تقول الأولاد أولاد والجهل مرتبط بقلبهم والأولاد بركة في حياتي نفس الأولاد ونفس الحالة لو نظرت لها بطريقة مختلفة تغير وشيء من هذا القبيل لكن أمر أيضا كبير جدا ومنوا به السطحية وهناك أيضا العلاجين اللي بدي أركز عليهم اليوم العلاج العملي والعلاج الروحي أو المسيحي أظن أنه رح نحاول نصرف ما تبقى لألنا وقت في هذين المجالين ونقول العلاج العملي مسببات تسمى مجهدات أسباب التوتر هو موترات أسباب الضغط وضغطات تماما فإن لم تحاول أنك تشيل الضغطات لن تتخلص من الضغط قال متى عرف السبب بطل العجب وكما تكلمنا في حلقة سابقة الإنسان جسد ونفسه وروح اكسر مثل طاولة وقفة على ثلاث أرجل اكسر أي واحد ستقع الطاولة باتجاهها لكن ستقع للرجلين الثانيتين لازم تقول هل ما يجهدني أمر روحي أي هناك خطيئة هناك عدم طاعة عدم شركة مع الله عصيان يجب أن أعالجوا وبعدين الأمور الأخرى تتصلح لنقول أن وقعت الروح وأصلحتها ستقف الرجلين الثانيتين هل المشكلة الجسدية أنا مرهق أنا تعبان أنا أركض وشاغل نفسي بأمور كثيرة بروح على الشغل وبدأ روح على الجيم على نادي الرياضة هل من خطأ لا لا يسونا خطأ لازم أسهر مع رفاقي هل من خطأ أنه أسهر مع رفاقي لا ولازم أعمل وليزم ما أنه خطأ بس حطهم مع بعض أصبحوا خطأ لأنه غير ضروريين فيجب أن أنزع فتيل الانفجار لو عندك مدفع وعندك بارودة وعندك قنبلة ونزعت الفتيلة شلت الرصاصة منها خلص ما بقى مخيف ما في انفجار فنحن للأسف نعاني من الاسترس ونحاول نتخلص من الاسترس وليس من مسبباتي وهذا مستحيل حكي لنا أكتر عن خطوات عملية للعلاج هذا أول شيء أن نتخلص منه ندرك ونخلص منه يعني زي ما بقول أنت يعني تلما بتشخص المرض هاي نص العلاج تماما تماما وتتوقف عن مسبباته إذا مسببات السكري عندك أكل السكر واقف واقف السكر وأيضا هناك الصحة الجسدية نحن في جزء من العالم يقول كتار من الناس overweight صح فأحدهم قال علاجك كان يقول علاجك في عقلك يعني اليوم يقال علاجك في معتك معظم الناس يعني وهذا يسبب فتصر في طريقة صحية اذهب إلى دكتور مش غلط يعني مش بس مش غلط من الواقعية والتواضع والنج أن نذهب إلى اختصاصي ونسأل وعلى أن نخرب حياتنا كان صحيا أو جسديا خذ قصد كافي من الراحة كل الدراسات تقول إن الإنسان يحتاج إلى تسع ساعات كمعدل بالأربعة وعشرين ساعة للنوم نعم 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 تسع ساعات نعم إذا نعم سبع ساعات كويس أنك تاخد في النهار ناب أقل شيء ثمان ساعات أي شخص ينام أقل من ثمان ساعات خلال أربعة وشرين ساعة كمعدل بشكل متواصل هو يهيئ لجسده ليكون تحت واقع الضغط لأن النوم سلسة النوم تتقلف من ثلاث ساعات ثلاث ساعات ثلاث ساعات حتى الإنسان يروح بمرحلة النوم والنوم العميق ويصحى فأنت محتاج لثلاث مراحل من النوم العميق السبات العميق يكون أهم شيء فائد الجسم ليطفي كل أجهزة الإنسان الأدرنالين وحتى يبدأ من جديد كل أكل صحي تدرب يعني روح تمشى في ناس يقولوا ما عندي وقت أنا روح على الجم من زمان كانت كل الناس بدنيا جسديا يأكلوا كل أنواع المأكلات والشحومات واللحومات ولكن يحرقوها كان رجل يذهب إلى الحقل يمشي ساعة أو أكثر يشطل كل نهار لا يرجع كانت السيدة تعجن وتغسل وتذهب وتأتي إلى الفرن وإلى غيره اليوم نعمل كل شيء من خلال هالجهاز الموجود في أجسامنا ما عادت تتحرك كما خطط لها الله أن تكون وانتبه جدا أنا أقول لأخوتي المزوجين انتبه جدا إلى علاقتك الزوجية لأنه أول نتيجة للسترس هو التباعد النفسي والإنتمسي الحميمية بين الزوجة والزوجة وهذا يؤسس لكل أنواع الخلافات والتنشن والخصومات والجفاف في العلاقة الزوجية فإذن نخفف من أهمية هذه الأمور في حياتنا والأمور تتراكم وتتراكم وتتراكم وفجأة تبدأ الأجهزة التي فينا تضعف ومن أول باللبنان تفرط ياللي عنده ضعف في قلبه أو في معدته أو في مفاصله أو في ظهره أو في رأسه أو في عينيه فتأتي الألام وتأتي الأمراض فعلينا أن ننتبه على التأثير الجسدي للسترس وبالتالي كيف نزيل هذه الأسباب لكن نحب أنه بالوقت الباقي لأنه عدة مرات تجع أن نتكلم في أمور لو نوصل للحل نتطلع لهذه الساعة ساعة بسرعة فننفوت على العلاج الروحي نخش في الصميم كل ما سبق لا يقل أهمية للتوازل الموجود ولكن إذا كانت القطار يواجه مشكلة أكيد يجب أن تذهب إلى الرأس وليس إلى الفاجونات وبعدين أنت حكيت عبارة كتابية أن الإنسان مركب جسد ونفس وروح فأنت كله مترابط في بعضه فنحن لا نعامل شيء أفضل من شيء لكن أين نبدأ نبدأ من الأهم بالقطار تصلح الرأس وليس الفاجونات في السيارة تصلح المتور قبل أن تصلح ضوء المحروق مثلا نعم فالأهم ما يجب أن نعمل ونحن هو أن ندرك غاية وجودنا لماذا أنا موجود من أين كل الفلسفة كل الفلسفة تدور حول ثلاث أسئلة من أين أتيت لماذا أنا موجود وإلى أين أنا ذاهل أسئلة بسيطة كتير لكن عميقة عميقة وإدراكة وإدراكة وتطبيقها وليس سهل نعم من أين أنا أتيت بفعل مباشر وتصميم مباشر وقصد مباشر مش بس أن الله خلق الإنسان لكن الله خلقني وهو يحكم بالمكان وبالتوقيت بيقول في الكتاب على حدود مسكنهم ليه أنا خلقت في هذا الجيل في هذا العصر في هذه العائلة في هذا اللون البشرة وأعيش لأن الله عنده قصد أن يأتي به إلى هذه الحياة وهذا بعض الناس يشعروا بنوع من التحكم الإلهي أو ينزعجون مزمور 139 قال له يا رب أنا حاولت أهرب منك وما قدرت أنا ذهبت إلى السماء فأنت هناك إن ذهبت إلى الهاوية فهو أنت إذا أخذت جناحي الصبح زرحت الشر أو سكنت وفي إقاس البحر فهناك أيضا تهديني يدك كان منزعج من معرفة الله شعر أنه تباري يعني كثير يقدر يتخبى من الرب بالآخر قرر يتخبى في مكان معين قال إن قلته أن الظلمة تغشاني بروح عملا كان مظلم فالظلمة عندك تضيء كالنهار بعدين افتكر بمزمور 139 أنت بلاي أنا منزعج من معرفة الله الدقيقة والعميقة الليس كلمة على لساني إلا أنت عرفتها كل شيء أنت تعرف من جوة ومن بره فكر من وقت اللي الرب كونوا في بطن أمه وهو مكان دريان الله كساه جلد ورقم عظامه وصنعه بطريقة مميزة حقا إني قدم وهذه أرجوكم إذا أنا متفرجوا عم ياخد نوت أو بحب ياخد نوت كتبوا هذه حقا إني قدم تزته عجبا عجبا بس إذا ندرك هذه الحقيقة أنا مش متركمة الخيي نزار يمكن يعجبني جدا أخي نزار وأقتربه بعض الأمور لكن أنا ما اسمي نزار ونزار ما اسمه أنا أتعلم نتعلم بعضنا لكن أنا علي أن أعرف أني بنظر الله الله خلقني وكسر الآلب خلقني لقصد عنده ميزني عجبا كل واحد مننا عجيب بنظر الرب ومحبوب بنظر الرب يكفي أن أكون ما أرادني أن أكونه لأنه نحن مرات تيري بنعمل أمور لأنه ونتشبه ببعضنا ومن غار من بعضنا واحدة من المشكلات الكبيرة في مجتمعنا هو التقليد تقليد أنا عاوز أقلد الشخص الآخر وبنس أنه أنا شخص مميز في نظر صحيح إذا أريد أختصر الأمور بثلاث نصائح أقول تخذ خطوات روحية عملية تخذ خطوات روحية وتخذ خطوات قناعية إذا فين نقول قناعاتك خطوات العملية اقبل نفسك أعرف قصد الله ودعوته لحياتك نحن نقول باللبناني ما حالي بقدر يحمل خمس بطيخات في يد واحدة على الأرجح رح وقع أربع منهم أو ربما خمسة بحمل واحدة بحمل بس واحدة ما فيك تشتري كل السيارات لأنه بيعجبوك وما فيك تدرس كل الأختصاصات وما فيك تتزوج كل النساء فبالآخر اختر واحدة التي الله أرادها الله لك اقبل ضعفاتك هذه قمة النضج أن لن نعتم على ضعفاتك اقبل ضعفاتك اقبل محدوديتك ففيه ناس بفكروا لو بإمكاني أتغير أتخلص من هذه النقطة الضعيفة في حياتي لحققته العجائب اجي الرب قال له العكس لابولوس قال له تكفيك نعمتي لأن قوتي في الضعف تكمل قال أنا عارف ليش تركت ضعف في حياتي لإلا أرتفع أرتفع شوف حالي بكثرة فرط الأعلانات فوقت رب يحط تلك النقطة الضعيفة تلك المشكلة اللي نحن نسميها مصيبة فغير نمط تفكيرك في الحياة الخطوات الروحية أول شيء يتعرف على المسيح لأن الإنسان المتوتر المجهد القلقان المكتئب هو إنسان غير قادر أن يغفر لنفسه ربما ينظر بدوني لنفسه ربما ضميره تعبام بسو خطياء المسيح يحرر من خطياء المسيح يبرر يغفر لنخطياء المسيح يطهر يزيل لنخطيانا المسيح يكفر المسيح يدمر كل شوائف في حياتنا المسيح يعمل عمل عجيب أحد يقول لي بس فيه شخص قال آمن وما تغير هذا ما آمن الله يعرف القلوب لأن المسيح لما بغير شوف كل واحد إجت تلك المرأة السامرية الهاربة من مجتمعها بسبب حياتها الأخلاقية باختصار لما ارتوت بالمسيح لم تعد هاربة من قريتها ركضت إلى قريتها لا تخبر عن المسيح فترى أن المسيح يبدل ذلك الخوف وذلك الشعور بالخلف الشيم العيب الحساس بالخزي والعار نحن بعيشونا بالعيب نحن صغار نجيب 80 عيب عليك لم يجيب 90 بالمدرسة أنت الخامس عيب عليك لم يجيب أنت عملت هذه الشغلة لا تخلي حدا يعرف من خاف من الفضيحة أكثر ما من خاف من الرب تماما تماما عيش لليوم هذه النصيحة يكفي اليوم شره الغد مش في اليد ولكن الغد في يد الذي بيده أمرا نعم ما بأتفكر بالغد سلم للرب أمرك وهو يجري اسعى للسلامة شو كمان وجد في أثرها السلامة الإنسان الإجابي ما بتلاقي غير هيدا زعلان من هيدا لأنه ما بعرف شو قاله أو عمل فيه بالماضي يا أخي اطرح هذه الأمور عنك المشاكل مش مع يعني البعاد ما هي الجرح الأكبر اللي بيجي من الأقرب بتلاقي الناس بيعرف ناس عاملين بلوك لنص عائلتهم وأصحابهم يعني كبر عقلك ويمكن من أمور كبر العقل حط الحق شوي عليك ربما مش الحق كله على الآخرين أكيد بقولك الباب اللي بيجيك منه الريح سده استريح بس إذا سدنا كل البواب بنختنئ أكيد فيه لازم نترك متنفس متنفس لنا اغفر لنفسك يا ما فيه ناس مش قادرين يتخلصوا من الماضي مش بس مش قادرين يغفروا للآخرين مش قادر يغفر لنفسه كيف أنا بعمل هذا الخطأ كيف أنا الرجل وأتصرف هيك كيف أنا أعمل هذا العمل التجاري ووصلت إلى هنا والرب قادر أن إما أن يصلح أمور الماضي ما أفسدناه وأما يعطينا مستقبل أبهر مما خسرناه مثل أيوب كانت حياته سترسفو الله لم يقم أولاده وبناته اللي ماتوا من الموت لكن أعطاه أولاد غيرهم ورده أملاكه تماما فيه أمور ردله إياها رد الله سبي أيوب وفيه أمور صالحه مع الآخرين أصحابه لما صلى لهم وفيه أمور جديدة أبهى من الماضي الرب أعطاه أضعاف ورد اعتباره كمان ورد اعتباره نحن لو إن أرضت الرب طرق إنسان جعل أيضا أعداءه يسالمونه فالإضطراب هو نتيجة الاسترس والسلام هو عمل إليه يعمله في حياتنا أمر آخر ركز على الأمور المفيدة في حياتك الأمور البنائة الأمور الإيجابية الأمور الراقية أحدهم قال عاشر الصغار فتصغر وعاشر الكبار فتكبر أمر بديه لما تعيش الأمور التافة في حياتك السخيفة الثانوية الغير مفيدة خذ على سبيل المثال اليوم هذا الجهاز العظيم اللي بين أيدينا يلي فيه كاميرا وحاسوب وأجاندا ومايكروفون وبريد فيه العالم العالم في يدك لكن أصبح مستعبة للناس بتشوف أربع خمس أنا مرة عملنا اجتمع للشبيبة وبعدين قعدنا سهرنا مع بعض شوية وفجأة بلاحظة بلاحظات شعرت الكل صامت بس شفت واحد بيضحك في مكان معين حدا بيتطل عم يحكوا مع بعضهم كلهم بدون كلام في هذا السلفون بيش حال بيقول أنا مش قادر أخذه من إيد ابني أو بنتي ونت تتكلم عن أشياء حلوة بعد ما دخلنا على الأشياء السيئة الموجودة أنا بقول حتى شخصي أنا مش قادر أخذه من إيد ابني أو بنتي في خطأين أول خطأ مش قادر تأخذه من إيد ابنك لأنه أنت عم تتعامل مع هاتفك أو الشاشة تبعك مثل ما ابنك عم يعمل فما بتشعر حامله من فيسبوك لفيسبوك لفيسبوك اللي هو جيد بقدر معين من فيلم لفيلم لفيلم في وقات برامج تلفزيونية التركية ولمش عارف شو محترامنا 300 حلقة أو 500 حلقة يا أخي لو أنت صرفت 500 ساعة 400 ساعة يا أختي 300 ساعة لسلسل تقري فيهم كتب لهوتية أو مفيدة أو الكتب المقدس لأصبحت قسيس يعني ما عندنا وقت نقرأ كلمة الرب لكن النقطة الثانية نحن للأسف استسلمنا وتخلينا عن دورنا كأهل تركنا المدرسة تربيهم والمجتمع يربيهم والشاشة تربيهم والميديا تربيهم عيب علينا نتخلى عن أولادنا أولادنا مش محتاجين للبس أكتر مش محتاجين للعب أكتر لما بيجي عيد ميلاد أحد أحفادي عندي أربع أحفاد ما بحرار بحرار بردي جبلهم عندهم الكثير من اللعب واللباس فما بعرف ما يجب عليهم لكن أولادنا محتاجين لمحبة ولتهزيب ولتمضي التوقت معهم نرجع نعيد سلم أولوياتنا في حياتنا ونتوقف عن التفكير بنفوسنا ونفكر أكثر بقصد الله وبالآخر يقول بولوس إن كنا نعيش للنفس للذات فمن الذات نحصد موت وفساد اليوم وأنا نركز عن النطة عن المنتق اللي آخر جزء باختصار أيضا لسبب الوعد غاية المجتمع اليوم بقول تالي أنت ملك نفسك لا يوجد إليه خلقك ولا يوجد كتابي إلا كيف تعيش وإذا عندك مشاكل هي مش بسبب الناس من حولك على أمك على أبوك على المدرسة على النايب على الوزير شو هدفك في الحياة هذا مذهب اسمه هيدونيزم مبدأ المتعة أنت موجود كم سنة تمتع فيهم بأي سبب وبأي ثمن لنأكل ونشرب لأننا غدا تماما مرتك سبب فرح ومتعة لك احتفظ بها بطلت غيرها استبدلها مش هناك تلاقي الناس تغير سياراتها باستمرار وأصدقاء باستمرار ومجتمعاتها باستمرار وبيوتها وأشغالها في استمرار كان الواحد يتوظف وظيفة يموت فيها هلأ كل سنة سنتين وين صرت عم تشتغل لذلك الكتاب قال العكس إذا تعيش للذات الذات الصغيرة ضعيفة محدودة خاطئة ذاتي وذاتك كلنا عيش للرب رح تحصد فساده موت تماما عيش للرب وللآخر مغبوط والعطاء أكثر من الأخذ لو تروح تساعد شخص محتاج لمساعدة تسلم على شخص محتاج لسلام تسأل عن شخص محتاج لسؤال أديش في ناس تموت في المستشفيات وحيدة بدور العجزة وحيدة خاصة بهذا جزء من العالم ما حدا بيسأل عنها على الإطلاق لكن آخر شي بحب أني أقوله ارجع إلى عالم أوقات تير نتطلع على بدنا متعة من العالم المحيط فينا من برة نسخ الأشياء إلينا قال الرب يسوع متى صليت اذهب لوين مخدعك غرفة نومك اغلق بابك هذا الباب وهذا الباب اغلقهم وهونك في الخفاء تكلم لأبيك أبوك الذي يراك في الخفاء يجازيك على نية قديش صر له المؤمن ما راح أعد في الخفاء أعد تأمل أعد صلى أخذ وقت مع الرب هناك قوة هناك شجاعة هناك تعزية هناك رؤية هناك هدف نأخذه من العلاقة مع الرب مع كلمة الله بالكلمة يتكلم إلينا بالصلاة نتكلم نحن معه هذا التكلم بعمل الروح القدس فينا نعرض نفسنا لعمل الله افرح بخلاصك اعرف قيمتك في المسيح أنت فتديت ابن الله بذل حياته عنك مصيرك السماء مهما طالت مهما أسرت أنت لك الموعيد وأنت لك الميراث أنت لك التبني ولك العهود ولك الحياة الأبدية أنت غني تمتع بغناءك وما تروح تشحد شوية قبول من الأصدقاء بير براشر لا تكون مثلهم وشوية الأمور الله خلقنا على صورته وعلى مثاله أراد أن يرفعنا إلى سماواته سيرتنا نحن مواطنيتنا مسلكنا هي في السماويات فكلما الله أشد فينا إلى فوق جذبنا إلى فوق كلما نرتقي فوق ضعفاتنا ونحقق هدف وجودنا وكلما تخلينا عن إلهنا كلما نزلنا إلى هذا العالم الترابي المائت الفائت البائد وخسرنا قيمة حياتنا وهدف وجودنا أخ نيكولا طبعا في الدقائق اللي بقيوا معنا موضوع الحلقة كيف نعالج الإجهاد والضغوطات لو أردنا أن نلم الموضوع كله على بعضه ونوصل الرسالة لكل العالم اللي عم بشاهدنا وفعلا عم بمر في كل أنواع الإجهاد وعم بمر في كل أنواع الاسترس والضغوطات إيه الرسالة في النهاية اللي عاوزين نوصلها للمشاهدين الرسالة هي التالية ببعض آيات مزمور ستة خمسين ثلاثة في يومي خوفي أنا عليك أتكل إن لم يشبع الرب القلب والفكر والإرادة والهدف واليوم وبكرة لن تشبع الإنسان كل أمور هذا العالم العين لا تمتلئ من النظر والأذن لا تشبع ولا تمتلئ منها الحل متى 13-22 المزروع بين الشوك البزر المزروع بين الشوك هو الذي يسمع الكلمة وهم هذا العالم وغرور الحياة يخنقان الكلمة فيصير بلا ثمر هم الحياة وغرور الغنى وبد وبد ومش مكتفيين الاكتفاء كونوا مكتفيين بما عندكم الاكتفاء هو كنز مفقود في هذه الأيام الحل تيمو ثاوس أولى ستة يقول أما التقوى مع القناعة فهي ربح عظيم تجارة عظيمة أي ربح مش تجارة عم تيجر فيها جين سلاما أترك لكم سلامي أعطيكم ليس كما يعطي الدولار والعالم والسيارة والزواج والمنيحة والأبيحة في حياته ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا آخر شيء قدس يوم السبت شو يعني قدس يوم السبت هل الله يتعب لك يساريح في يوم السبت لا هل هذه كله كتبت لنا مثالا لنا الله شو ينستراح في يوم السبت هو لم يتعب قال استراح الله في يوم السبت من جميع أعماله التي عملها ما فيك تشتغل نستاب فيه نهار بالأسبوع السبت شبات يلخص بكلمتين الراحة شو لازم نعمل يوم الراحة أحدهم جواب absolutely nothing نحن نحن بيجي نهار السبت نهار الأحد نهار الجمعة حسب بلدنا منصلح السيارة ومنقص الحشيش ومندفع الفوتير هيدا مش لألك هيدا نهار الراحة للرب خصص يومتو عباد الرب شبات كمان تعني انقطاع انقطاع براو يا أخي عباد الرب هيدا نهار مش لألك مشغول أسيس ما بقدر إجاء على الكنيسة مشغول مشغول الشغل ما بيخلص فنصيحتي لكل واحد مننا أعرف قيمتك في المسيح اختبر المسيح ارجع لكلمة الرب لتعيد برمجتك كإنسان واستريح اترك الرب يعمل في حياتك آمين 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 إذا ممكن أخني قوله ولا في نص دقيقة هاي كلمة صلاة للي كل بمر في الإجهاد آمين انت قلت يا رب في متح داعش تعالوا إلي يا جميع المتعبين وثقلي الأحمال وأنا أريحكم البعض مننا فهمة بالعكس فكر انه هو بيجي لعندك بيكون مرتاح فتقوم انت بتشغله امتياز لنا أن نعمل في حقلك وخدمتك يا رب لكن أرجوك أنك أنت تساعدنا نكون مرتاحين لأنك أنت المريح أنت راحة نفوسنا أنت قلت لا تهتم بشيء بل في كل شيء في الصلاة والدعاء مع الشكر ساعدنا وعلمنا يا رب أنه نستريح معك نستريح فيك ونعلم أن هذه الحياة لو أتت لنا بالمصاعب والهموم هي وقتية مهما طالت وحياتنا الأبدية اللي أنت سميته يوم راحة أبدي سيكون معك عن قريب بارك أخي الحبيب أسيس نزار وفريق العمل وبارك كل المشاهدين وتمجد في حياتنا اشفي جميع المتعبين يا رب خاصة المكتئبين والمهمومين يا رب أنت اشفي وأعطي عزائك للقلوب باسم المسيح آمين 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 والرب يسوع وعد من يقبل إلي لا أخرجه خارجا لما بتيجي إلى يسوع فعلا كما يقول كتاب إذن إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة الأشياء العطيقة قد مضت هو ذا الكل قد صار جديدا الرب يسوع لما بعمل عمل بعمل عمل متكامل لكن كل ما عليك تيجي بتواضع بانكسار أمامه تيجي بثقة وبإيمان وبتوبة حقيقية وهو يأتي إلى حياتك الرب يباركك آمين موسيقى 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 موسيقى